ولأن الشوطى الحاسم سيبدأ في الأسبوع المقبل فقد جهز كل فريق سياسي أوراقه للمناورة حيث دعا عضو وفد الديمقراطية الكردستانية المفاوض بنجين ريكاني قيادات الإطار التنسيقي الشيعي إلى التفكير بطريقة جديدة تنسجم وحاجة العراقيين للتغيير الفعلية وكان النائب عن التنسيقي أحمد الأسد قد أعلن في وقت سابق عن موافقة الكتل السياسية المضي في تشكيل حكومة الاتحادية الجديدة وفق مبدأ الشراكة والتوازن والتوافق وفي هذا الجو المتفائل اختار البيت السياسي الشيعي لجنة سداسية لإدارة ملف التفاوض مع القوى السياسية مؤلفة من العامري والخزعلي والعبادي والحكيم والفياضة تأخذ على عاتقها مسؤولية ترطيب الأجواء مع الجميع بالاستفادة من ثقة مشتركة وتطمينات مضمونة بعيدا عن التهديد ولهيب الصواريخ اشتركوا في القناة